اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو السابق اتعرفنا على انواع الالواح الجبسية وكيفية تقطعها واستخداماتها وتركبها وحاجات كتيرة. يبقى اللينك موجود عندكم لو عايزين تروحوا وتتفرجوا على الفيديو اللي قبل كده. لكن انت دلوقتي واحد ركب لك اه حيطة وانت راجل يعني مش مش شغلتك دي انت عندك بيت وحد عمال لك الواح جبسية وحصل ايه اتخرمت واو اه حد من الولاد خبطها بكورسي او حاجة وعمل فيه كسر فانت عايز تعرف تعالجه ازاي. فانت زي ما احنا شايفين دلوقتي اي دلوقتي واحد كان مراكب مصمار والمصمار ده وقع او اه عمل مشكلة وعايزين نعالج الايه الخرم الصغير ده. فاحنا عندنا يا اما خرم صغير يا اما خرم او حاجة كسر كبير. الخرم الصغير مشكلة لو انت عملت بمعجون على طول هيطلع لك الورق اللي هو ده من من خلال المعجون لما يشب مياه. فاول حاجة لازم تتكع على الحروف وتدخلها لجوه. اه انا متك هنا على الحروف بلايه? بايدي السكينة او لو عندك شاكوش مدور ممكن تدق عليه وتدخل الخرم لجوه علشان لما تدينه معجون يبقى ما بيش حاجة طلع. المعجون عادة اللي هو ده المعجون السريع بيبقى اه بينشف وبينكمش لجوه فانت لازم تعمله بعد كده برضو تاني مرة تانية بمعجون بعد ما ينشف المعجون ده. خلي بالك مرتين معجون خفيف احسن من مرة واحدة كتير وتقعد تصنفر فيه كتير جدا. دلوقتي حد من الولايات خبط لك الحيطة وكسرها ياما تكسر صغير زي كده او كسر كبير. فاول حاجة زي تعملها في عندك لو فيه شبكة فيه ناس بتبيع شبك ناعم قوي زي المنخل كده ممكن معمول مخصوص للحاجات دي بحيس احطه واعمله معجون عليه. لكن احنا هنا عن الشهر بطريقتين مختلفتين. الطريقة الاورنية بجيب جزء من الواح من الواح الجبسية وحبتدي ايه اركبه. طبعا انا اسهل ان انا ما اعملش حاجة على قد الخرم. لا ده انا بعمل قطعة وبعمل فتحة على قد القطعة دي. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا عملت اه قطعة مستطيلة او مربعة. الحاجة اللي انا كان مفروض اعملها هنا ومعملتهاش ان انا احدد فين الاتجاه بتاعها. يعني عن القطعة هحطها واخد علام بقلم رصاص او بسلاح الكطر اللي معايا. فانا عملتها بالسلاح عشان اسهل نفسي يعني مش مشكلة. لكن كان مفروض ان انا احط آآ علامة على القطعة دي اقول فيها مسلا ايه? ده اللي فوق بقى حرف اكس او اي علامة كده بحيس بقى اعرف ما احطها. تبقى سهلة بالنسبة لي لانها آآ دي مربعة. يعني لو هي مستطيلة مش هحتاج كتير. بعد كده هتقطع الايه? حسب الحجم اللي احنا علمنا عليه. لو عندك منشار زي منشار حدادي صغير رفيع ممكن تستخدمه. آآ انا هنا مستخدم السلاح بتاع الكطر علشان اقطع به. آآ عشان برضا اواريكو ان انا ممكن استخدم به. بس طبعا خلي بالك اهم حاجة ما تتعورش من السلاح بتاعك. بتاع القاطع دي. بتاخد وقتها مش مشكلة مش مستعجلين. وآآ زي ما قلتلكو انا ممكن اجيب الشبكة دي هنشوف شكلها برضا هتظهر لنا كمان شوية. اللي هي بقدر احطها وبعمل عليها معجول. آآ لما بتشيل الكطع دي بيبقى فيما عندك الكارتونة او الورقة اللي هي في ظهر اللوح الجبسي. دي مهمة ان انت بتنظف الحاجات دي. علشان لما نيجي نحط حاجة دلوقتي ما تبقاش في جزء ينطر الحتة اللي احنا هنحطها قدام. لان احنا لازم تبقى مساوية للوح نفسه. فالمساوية دي بتيجي منين ان انت ما فيش حاجة وراها لان هنا جابع من نفس التخانة. فلو ايها تحطت على حاجة والحاجة دي آآ آآ ضطريات اللي قدام شوية حيبقى فيه فرق. هنجيب الخطوة التانية اجيب حتة خشبة زي كده. وابتدي ايه احطها بالعرض او بالطول. آآ هتمسك ها زي عشان ما توقعشوا منك ورا ممكن تربطها بحبل او بحط الدبارة. انا زي ما انتم شايفين هربطها بمصمار. عملت مصمار في النص كده عشان اعرف امسكها منك. عشان ما توقعشوا مني آآ ورا اللوح نفسه. آآ بعد كده هبتدي اركب مصمارين لو الفتحة كبيرة قوي بتعمل اكتر من واحدة. لو هي كبيرة جدا بعمل واحدة على الحروف نفسها وحوريكوا انا عاملها برضو على احد الحاجات آآ قدام شوية. ازا لما بيبقى قطع كبير جدا بحاول انا بقطع اللوح الجبسي بحيث ان انا استخدمه تاني بدل ما جيب حاجة يعني جديدة واحطها بس اخدمه هو هو بس في ساعة التقطيع بقطعها آآ نضيف الى حد ما زي ما انتم شايفين بستخدم المصمار اللي هو مخصوص بتاع الالواح الجبسية وحنشوف شكل المصامير دي قدام ان شاء الله. دلوقتي انا كده جهزت الجزء اللي انا هحط عليه. هبتدي احط الحتة اللي انا عايز اعمل عليها آآ اللي هي زي الزي ما احنا شايفين كده ابنظفها بشيل الحاجات دي زي ما بعمل حرف آآ سبعة كده او في يعني علشان اشيل الحاجات اللي هي الكارتون الرفيعة اللي هي الطبقة العليا دي علشان ما ادقنيش فيه المعجون. وفي نفس الوقت برضو من اللوح بعمل نفس الحاجات. يعني بشيل الحاجات اللي هي طالعة من اللوح. ممكن برضو لو معاك حاجة نعمة زي آآ مفكة او حاجة زي كيف تتكى عليها بحيس انها بتنيمها اللي جوه الحرف نفسه عشان يبقى اسهل بالنسبة. هتحط القطعة دلوقتي وبعدين تحط لها مصمار من النص. وتمسكها طبعا زي ما انت شايفين لو انا كنت يعني فيه عاملها عامل العلامي هعرف بالزبط هحطها فين. انا هنا يعني ايه ما كنتش عامل العلام. فآآ بجربها مرة واتنين. وبعدين ممكن تشيل شوية من الفتحة بتاعتك علشان تخش مزبوط. دلوقتي بقت مساوية تماما لللوح. هجيب مصمار واسبتها. آآ طالما هي في نفس ارتفاع آآ اللوح نفسه ومش هتتحرك. فبالتالي مش هيحصل لشروخ بعد كده. اقدر معجينة على طول. الحروف دي ممكن ده احد الانواع الشريط ده احد الورق يا اما زي فيبر جلاس. بتحط على الحروف علشان ما تتحركش الحروف من بعضيها وما يعمل ليش شرخ بعد كده. الشروخ عادة بتبقى موجودة نتيجة الواح بتتحرك على بعضيها. يعني واحد ثابت واحد بنتحرك فده بيعمل لك الايه? الشرخ على طول. آآ زي ما انتم شافين كده هبتدى اشيل عشان اوريكوا الطريقة التانية لمعالجة القصة دي. ربعا المصمار هي بتتحرك فهبتدي اشيله مصمار مرة تاني. التاني. اه دي آآ اللي هي الشبكة اللي هما سعابة اتباع دي الشبكة بيبقى الحروف بتاعتها فيها زي لزق فلما تنحط على الخرم آآ بتبقى اكبر منه طبعا وببتدي اعمل عليها المعجونة على طول مش محتاج ان انا آآ اعمل اي حاجة من الحاجات دي. طيب الطريقة التانية هي نفس زي الطريقة الاولانية بس فيها فرق شوية. هنشوف انا عملت دلوقتي القطعة اكبر بكتير من القطعة اللي انا عاملها. وهنشوف هنعمل ايه? هاخد العلام بالتقريب برضو. اه هنشوف دلوقتي هقوم عامل قطعة بالطول. على الظهر مش على الوش. خلي لبلكم. انا بعمله على ظهر اللوح دلوقتي. وايس? وبعدين هعمل المقاس التاني. بكملها لغاية الاخر. طبعا اهم حاجة ايديك. بعد كده بتنيها بتتقسم دي بتتقطع مطرح السكور اللي انا عامله او العلام اللي انا عامله فيه اللوح. وبعدين بمنتهى السهولة بتشيلهم كده يقوموا طالعين من الحاجات دي كلها زوايد. بتطلع زي ما انت شايف دلوقتي كده. فاصبحت اللي فضله هي الايه? الورقة الخارجية فقط لغير. فبقى عندي المربع على قد الخرم اللي انا عندي زايد زاق ورق اكبر من الايه? من الخرم. اه دلوقتي هي الورقة كبيرة اوي فانا لازم ان انا قصها. طبعا ممكن كنت تعمل الحكاية دي برضو مع الخشبة اللي موجودة وراء. مش هيجرى حاجة. يعني ممكن تستخدمها نفس الحكاية. الورقة ازا ما انت شايفين الزيادة دي هشي منها شوية. لانها كتيرة الى حد كبير. الحروف بتاعته لانها مربعة او زوايا قايمة اه بعدك هتقرفني شوية في المعجون. فانا بقص اه زوايا منها حتى صغيرة كده عشان ما تبقاش زوايا حدة تبقى اسهل بالنسبة لي. وفي نفس الوقت زي ما انتو شايفين انا مش عارف اركبها ازاي لانها انا مش حاطت الايه العلامة بتاعتي. طيب دلوقتي احنا حاطينا العلامة كله تمام. حبتدي بقى ايه اه احط معجون وبعد كده اركبها على طول خلاص ادي كل الحكاية. الفرق بين الاتنين ان انا مش محتاج لانا فيه ناس بتحب تحط اه زي شريط على الحرف من الورق. فالطريقة دي بتخليك ما تحطش شريط. تحط طبعا معجون تحت الورق يعني زي ما انت شايف انا بعمل معجون على كل الايه التحت الورق كله على حسب ما هيركب هيبقى كلها كلها معجون. بعد كده بركبها طبعا مش هطوع لان الورق ده منحها. وخلا بالك دي حاجة صغيرة مش كبيرة يعني يعني ممكن ما تنفعش الطريقة دي في ورقة كبيرة. اه زي ما انت شايف لو انا اتكيت شوية على اه القطعة مزلت لحبة لتحت. بس ده مش مشكلة لان المعجون بتاعي بعد كده هقدر اعمله على الحرف كله. وعلى القطعة اللي من النص وبالتالي هتختفي من اللوح مش هتقدر تشوفه بعد كده خالص. زي ما قلنا اه نستخدم اه مرة او مرتين معجون خفيف احسن من مرة واحدة تقيلة وتبتدي تقعد تقعد تصنفر في كمية كبيرة جدا. فحط كمية صغيرة وعالج واشوف فين الحتة المشاكل ونظفها وهكزا. احسن ان كده هتحط معجون كتير قوي وتقعد تصنفر فيه ويملى لك الدنيا اطراب وحاجات زي كده. اه دي الطريقة التانية بقى احنا كده عرفنا طريقتين. اه زي ما انا قلت لكم ان ده اذا ما بينشف يبقى محتاج انك انت اه ترجع تاني وتعمل له ايه تاني يوم او بعدها بساعة تعمل له اه معجون جديد وتصنفره ويبقى زي الفل وما بقاش فيه اي مشكلة خالص. المصامير دايما برضو اللي هي زي كده السودة ديت مفروض ان انا بعملها وبعد ما بينشف يعني ممكن تسيبه يوم وحاجة. اه ادي زي ما شايفين حيطة والسقف ده الصقف والطريقة ان انا افتح فتحة كبيرة عشان اوصل له اه وقادي نفس السقف. الحيطة اللي انا اطعتها رجعتها تاني وكلها لو تلاحظوا فيه لوح خشب او قطعة خشب في كل الحروف ورابطها من اليمين والشمال عشان ما تتحركش وتتفرق من بعضيها ويعمل لي شرخ. حيطة برضو لازم يكون التقاء الالواح مع بعضيها على قطعة خشب. علشان ما يتحركوش مع بعض وما يعمل لكش شروخ رفيعة تباني في البوية بعد كده. ادي زي ما نشايفين برضو واحدة تانية كنت مقطع قطعة. هبتدي علجها بنفس الفكرة اللي احنا عملناها. بجيب حيطة خشبة وحطها في الضهر. واركب عليها بنفس القصة هي هي. وادي زي ما الخشبة هي واتحطت مصمار وحطت تاني. وبعد كده اجيب القطعة اللي انا ايه? اه حطتها اطح على قدها. وحطتها ومع جنتها. وطبعا ما بيتبانش خالص من اللي ايه? من اللي اه بعمله. ادي شكل المصمار. لازم يكون الرأس بتاحته فيها آآ نعمة. وعمل بالطريقة دي علشان لما بيخش في لوح الخشقة في لوح الجبس. تاخد السطح الخارجي معها لجوه. وبالتالي ينزل لجوه من غير ما يقطعه. من غير ما يقطع الورقة الخارجية. ويديك فرصة ان انتهت معجن فوق منه. وما يبانش خالص. لكن لو انت جبت واحد حروف وخشنة. هيقطع الورق ويعمل لك مشاكل. آآ ده زي ما احنا شايفين لما بيكون الواح وبت معجنة مع بعضيها. طبعا بنستخدم المعجون اللي هو السريع او المعجون العادي. المعجون بتاع الزمان اللي هو المعجون البلدي عادة ما بنستخدموش على اللواحة الجبسية. احنا بنستخدموه على الحيطة لما بتكون معمولة من الاسمنت محارة عادية. بيحطولو اللي هو اللي بيسموه معجون بلدي. آآ لكن احنا هنا بنستخدم المعجون اللي هو السريع لانه اسرع انضف واسهل فيه آآ اللي انا لم يجس انفاره. التاني بيبقى صعب جدا. اللي يمكن المعجون هنا شكله انا موريكم حدة منه بس هي موجود مشروح في الايه الفيديو التاني. المعجون البلدي اللي اللي عايز يعني يعني يعرف ما نوعيته ايه. هو عبارة عن غير الطبيعة اللي هو الحمص او الحاجة ده كلا احنا بنحطه في مياه ونسخنه. حط عليه بيضاج او زنك. الزنك طبعا بيبقى اغلى شوية بس انعم واجمل. وبنحط عليه شوية زيت من زيوت اللي هي آآ بتاعة البويات. زي ما انت شايفين احنا بنحط الورق ده علشان الايه الشرخ سوريا ياسف الوصلة ما بين الاتنين. عادة لما حد بيعمل آآ حاجة في السقف او في الحيطان بيستخدم ده برضو على الوصلات. يعني لو انا عملت حتة كبيرة. آآ بيستخدم الورق دوت علشان ما يبانش الفصلة نفسها ما تفصلش الالواح من بعضها وما تتحركش كتير. لكن اللي يجب ان يكون تحت كل اللوح الوصلة مع التاني. مفروض انه يكون في خشم. انا حاولت لما حصل مع عندي شروخ حاولت استخدم حاجات زي مثلا السيليكون آآ اللي هو ممكن يدهن. وآآ كان في منهم عمل نتيجة كويسة وفي منهم ما عملتش ورجع تاني. لكن ما قدرش اقول لكم ان دي حاجة ان انا اقدر آآ يعني ريكميندد لكم كلكو. آآ انا كنت زمان مرة من تلاتين سنة كده اقول لحاجة آآ لقيت معجون من المعجون للحاجات دي بس كان فليكسبل يعني آآ مطاط شوية آآ النوع ده عادة آآ انا استخدمته في البيت عندي لما كنت باعمل مشكلة ما بين في الدور الاخير آآ الحيطة دايما مع السقف دايما بيحصل لها تمدد ودايما كل سنة لازم تلاقي الشرخ دايزر جديد ومعرفناش نعالجه. عالجته بالانوع ده من انواع الالواح اللي هو المعجون اللي هو بي ايه بي آآ المعجون اللي هو آآ فليكسبل او مارين الى حد ما يعني آآ وبكد بقى احنا خلصنا الفيديو ده ان شاء الله لو في لكم ملحوظة او طلب آآ تحت عمركم ونقدر نتواصل وما تنسوش الاشتراك في القناة وشكرا جزيلا وإلى اللقاء.